أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكم تحية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح هذا الأسبوع قابلت مع كده شخص وعم بيوروني بفرجوني ناس عم تبعت على التواصل الاجتماعي أن الكورونا موجودة في الكتاب المقدس وهي الرسالة بصراحة وصلتني كده مرة من العديد من الناس كتير منهم عندهم إخلاص وكتير منهم عندهم حب الاستطلاع والبعض الآخر عنده استفهام هل هذا صحيح وهل نصدق هذا الكلام هل الكورونا مذكورة في الكتاب المقدس؟ طبعا الجواب السريع بالطبع لا غير موجودة عارفين خطورة الموضوع لما الناس بتحول الكتاب المقدس إلى بازل يعني كأنه في تركيبة مربعات منحاول انركبها في بعض حتى تتناسق وتتناسب مع بعض وكتير ناس بتعمل هذا الموضوع في موضوع النبوات بتأخذ أحداث جارية وبتجزم في أمر كأنه الأمر صحيح طبعا في علم النصوص وفي علم بالكتاب المقدس يسمى علم التفسير ويقول الكتاب قارنين الروحيات بالروحيات فشو بيعملوا الناس اللي عم بيقولوا أنه ها الكورونا موجودة؟ فأنا هيك ذكرت بعض الملحوظات اللي بيكتبوا عنها أنه الكتاب يعني أنه الزواج رح يكون بدون احتفال وأنه مش رح يكون أي حداد وحتى رح يكون سبب خوف ورعب للناس ولن يكون من يدفن ويحذر الذهاب إلى العيد ولازم يحافظ على المسافة وفي أشعية طبعا مكتوب اغلق أبوابك واختبئ ومكتوب أيضا اغسل إيديك ولازم تكون في البيت سبع تيام أو أربعتعشر يوم طبعا هنا بيخذوا الآيات اللي بتتكلم عن شريعة التطهير تطهير الأبرز وبيخذوا آية من أرمية وآية من إشعية وآية من سفر اللويين وركبوها مع بعض وكأنه الأحداث اللي عم بتصير اليوم هي مطابقة لما ما هو مذكور في الكتاب المقدس أحبائي الكتاب المقدس مش بازل إنك أنت تركب آية من هون وآية من هون وآية من هون حتى توصل معلومة فالنتيجة هاي المعلومة بتكون غير صحيحة فطبعا كوني قلت هذا الشيء لكن هل الكتاب المقدس بيذكر عن الأمراض؟ طبعا يذكر هل الكتاب المقدس يذكر الأوبئة؟ طبعا بيذكر عن الأوبئة وكأنها قضاء إلهي أو تأديب إلهي وهذا الموضوع موجود عدة مرات في العهد القديم وحتى في العهد الجديد لما المسيح تنبأ عن آخر الأيام يكون مجاعات أوبئة زلازل وذكر كلمة أوبئة والوبئ هو اللي بيجتاح أماكن عديدة وحنا بنعرف إن الكورونا اجتاح معظم أنحاء العالم وفعلا كل الدنيا تغيرت وكل الأمور تغيرت هذا لا يعني أن نأخذ أفكار اللي عم بتصير اليوم ونركب آية موجودة في مكان معين ونحطها مع آية تانية نقولها إن الكورونا مذكورة الأوبئة مذكورة ولكن أيضا مذكور إنه الله بيحمي المؤمن وبيحمينا من الأوبئة وإنه لا تدن ضربة من بيتك ويهرب قدامه الوبئة وهذا طبعا إذا كنا في محضر الله ومن خلال قوة الصلاة وإذا الكنيسة تحركت إنه تكون صوت وبوق ورسالة وشهادة ونور في هذا العالم أكيد رح نأثر على الناس فإذن نعم أحبائي إنه الوبئة موجود وهذا الوبئة اسمه اليوم الكورونا لكن مش على الأساس انبرر ببعض الآيات الغير متناصقة نرتبها مع بعض ونقول إن الكتاب مقدس ذكر الكورونا هذا بسبب اضطراب لبعض الناس انزعاج للبعض الآخر والبعض الآخر يصاب بالمخاوف وطبعا العالم لما بيطلع علينا كيف إحنا بنحاول نحط أفكار في بعض ما الفايد من الموضوع أنا بقول بدل من إنه نركب هاي التركبات شو رايكو إنه إنه نصلي أكتر للرب نطلب وجه الرب وإنه الله فعلا يزيل هذا الوبئ بالكامل وإنه نتعلم كلمة الله ندرس ما يسمى السياق الحديث لما النبي ذكر آية لمين كان بيتكلم وشو غرض الرسالة وشو الرسالة الروحية اللي عاوز يوصلها من وراء هذا الموضوع مش على أساس نركب تركبات معينة فأنا حبيت بس أوضح هذا الشيء لأنه كتير عم تتكاثر في التواصل الاجتماعي أفكار من هذه النوعيات بدون درس سياق الحديث أو المضمون لأن الآية هاي مكتوبة الرب يحمينا جميعا من الوباء والرب يقضي على هذا الوباء والرب يستخدمنا من خلال هذا الوباء الرب إبركك ترجمة نانسي قنقر